هذا المقطع برعاية متجر ايوه لبيع الرونز وجميع الاسلحة والدروع وتلزمن وجميع ايتمات اللعبة اذا حبيت لقاها بسرعة وسهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب الوصف وترككم مع المقطع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله عزيز المشاهد في مقطع جديد من لعبة الدرينج فيه ارمارات واسلحة انا متأكد فيه ناس لسه ما وصلت لها رغم ان اللعبة صار لها اكثر من شهرين عندك مثل هذا الدرع الارتس موجود في هذا المكانين لكن بغض النظر يعني اذا ودك بهذا الدرع لانه جاني سؤال في احد الكومنتات قالي ايش الدرع اللي لابسه في هذا المقطع فبس جوابا على سؤاله هذا الدرع عشان تلقاه صراحة ان اطرقت الموضوع الايتمات اللي تحتاجها وانت استكشف فاذا كنت جديد على اللعبة او حتى بعد ما ختمت اللعبة انصحك انك تسوي هذه الاربع شغلات بحيث انك وانت تقتل الانميز العادين ممكن تلقى اسلحة نادرة منهم او دروع طبعا هذه الشغلات الاربع اللي بطريها تزيد احتمالية حصولك على هذه الايتمات فممكن مش من مرة ممكن مرتين ممكن ثلاث مرات بدون هذه الايتمات ممكن انك تقتل نفس الانمي هذا تجلس ساعة تفرم فيها او ثلاث ساعات والله بدون مبالغة عشان تطلع منها السيف هذا او السلاح او الدرع من هذا الانمي وممكن خويك ماشي على هذه الاربع شغلات ويجيبها في خمس دقائق او عشر دقائق فالفرق جدا كبير اول شغلة تأثر يا شباب من اكثر شغلات اللي يتأثر اللي هي الاركين طبعا الاركين من اهم فايدة انه يزيد يعني غير موضوع الديسكبري او احتمالية الحصول على ايتمات بشكل اكبر انه يفيدك في مثلا البلدلوز وبعض الاسلحة تطلب الاركين انه يكون عالي الشغلة الثانية يا اخوان الماسك هذا اللي بحطركم صورته طبعا هو البوست اجباري اللي تاخذ منه هذا الماسك عشان توصل للنوكرون سيتي تقريبا تعرفون هاللي يقلد شخصيتك هذا اللي الشباب دهما في الكومنتيات يقولون ادخل عليه مفسخ عشان يقابلكم فسخ وبعدين البس دروعك ولا جب سلاحك واجلده فهذا هو الماسك اللي يعطيك اياه شبيه كثير للبريزينر او الماسك تبع البريزينر انه يزيد لك احتمالية الحصول على هذه الايتمات والشغلة الثالثة اللي هو السيلفر سكراب تعرفون تقول سكراب هذك دي يعني من اهم الخواتم اتوقع الكل يعرفها يزيد نسبة الرونز ولكن نسخه السيلفر منه هذا يزيد احتمالية حصولك على الايتمات النادرة وانصح فيه نفس الشيء على موضوع رجل الدجاجة رجل الدجاجة كان منه الذهبي ومنه السيلفر الذهبي للرونز والسيلفر يزيد الاحتمالية ولكن هذه الايتمات موقته يعني مجرد ثلاث دقائق تقريبا ويخلص عليك البوستر اهم شيء انك يمتستخدم الرجل الدجاجة سواء كان الذهبي للرونز او السيلفر عشان الايتمات انك متسوي فاست رابل فاست رابل يلقي عليك هذه الميزة او البوست اللي كان موجود من هذا الايتم اذا كان عندك ايتم او درع او سلاح نادر يريد انك تحط لنا اياه في الكومنت اتمنى في احد تستفادة من المقطع اشكر ومنتسبين القناة هنتر ومشاري وسامرائي وي سابن ااب ودروف ودحييم ويرين والشكر وموصول لكل من دعمني بلايك وكمنت وشير ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته